بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقطع راح ناخد موضوع Viral Envelope او الغلاف اللي يحيط بالفيروس وعدنا اسئلة مهمة نحاول نجاوب عليها بالبداية نعرف شنوه Viral Envelope ومين يحصل الفيروس على ال Envelope وهل وجود ال Envelope للفيروس يعطي Stability or Instability وهل الفيروسات ال Envelope اللي تكون مغلفة تكون More Sensitive or Resistant للHeat Drying Detergents والLipid Solvents مثل الاركول والإيثر وهل الفيروسات اللي تنتقل بطريق Fecal Oral Root هذه الفيروسات اللي تحتاج انه Survive in the Environment فيها البيئة هل هذه الفيروسات عادةً تكون من نوع عدها Envelope أو ما عدها وبياء طريقة غالباً هذه الفيروسات اللي عدها غلاف Envelope Viruses تنتقل فنحاول نجاوب على هذه الأسئلة في هذا المقطع ال Viral Envelope هو Lipoprotein Membrane وهذا الممبرane متكون من Lipid وبروتين Lipid يأخذ الفيروس من Hust Cell Membrane يعني من الممبرane للخلية المضيفة اللي كان فيها الفيروس أما بالنسبة للبروتين فهو يكون من نوع ال Viral Envelope خاص بالفيروس وهناك عادةً Glycoproteins على شكل Spike Lycoproteins على السطح وهذه Glycoproteins Attached to host cell receptors during the entry of the virus into the cell هذه Glycoproteins ترتبط أو ترتبط بمستقبلات على سطح الخلية المضيفة أثناء دخول الفيروس إلى الخلية الآن ننتقل إلى السؤال الذي يقول أنه الفيروس مين يحصل على ال Envelope The Viral Envelope is acquired as the virus exists from the cell in a process called Budding إذن ال Viral Envelope يأخذ الفيروس عندما يخرج من الخلية بعملية تسمى البودين وهذا ال Envelope of most viruses is derived from the cell's outer membrane يعني عادةً هذا الممبران اللي يأخذ الفيروس عادةً يكون من cells outer membrane يعني الممبران الخارجي للخلية ولكن هناك exception هناك نوع من الفيروسات يكون استثناء من هذه القاعدة وهو ال Herpes Viruses that derive their envelope from the cell's nuclear membrane فيروسات ال Herpes تأخذ الممبران مالتها من Nuclear cells nuclear membrane وبالنسبة للسؤال أنه هل وجود ال Envelope يعطي Stability أو Instability للفيروس الجواب أنه In general The presence of an envelope confers Instability on the virus إذا من صورة عامة موجود ال Envelope يؤدي إلى Instability يعني عدم الاستقرار للفيروس أما بالنسبة لمقاومة ال Heat أو Drying أو Detergents أو Libid Solvent مثل الكحول والAether هل Enveloped Viruses تكون أكثر مقاومة أو أكثر تحسس لهذه الأشياء من Non Enveloped Viruses والجواب هو أن هذه Enveloped Viruses يعني هذا الفيروس الذي عندها Enveloped تكون More Sensitive للهيت والDrying والDetergents والLibid Solvent مثل الالكوهول والAether من Non Enveloped Viruses يعني الفيروسات اللي مع انveloped واللي تكون متكون من فقط Nucleic Acid و Capsule Proteins والسؤال والسؤال الآخر أنه هل الفيروسات اللي تنتقل بواسطة الفيكو أو الروت هذه تكون من النوع اللي يعني عندها Enveloped لو تكون من النوع اللي Non Enveloped لأن هذه الفيروسات تحتاج أنه Survive In The Environment لفترة معينة فهل هذه عالة تكون النوع Enveloped أو تكون النوع اللي Non Enveloped والجواب أنه Virtually All Viruses اللي تنتقل باي فيكو الأور الروت تكون Do Not Have An Enveloped يعني أنه تكون نوع اللي Naked Nucleic acid Viruses ومن الأمثلة على هذه الفيروسات الهبطايتس A virus البوليو virus الكوكساكي virus الإيكوفيروس والروتوفيروس أما بالنسبة للسؤال اللي هو بها طريقة هذه الفيروسات اللي عندها Enveloped غالبا تنتقل الجواب أنه Enveloped Viruses Are Most Often Transmitted By Direct Contact اللي وقد يكون By مثلا Blood Or By Sexual Transmission ومن الأمثلة على هاي الفيروسات الHIV الهو Human Immuno Deficiency Virus أو Herbal Simplex Virus Type 2 أو Hepatitis B and C Viruses ويوجد أخر Enveloped Viruses Transmitted Directly By إما Insect Bite ومن الأمثلة عليها Yellow Fever Virus و West Nile Virus أو ب Animal Bite مثل Ravies Virus Virus Zien احنا اتكلمنا الآن عن البيروسات اللي تنتقل بال Pecal Oral Root وتكلمنا عن البيروسات اللي تنتقل By Direct Contact By Blood By Blood Or By Insect Bite زين بما يخص البيروسات اللي تنتقل عن طريق Respiratory Droplets يعني قطوات من الجهاز التنفسي هاي البيروسات شنو أثر الغلاف إذا كانت هاي البيروسات Enveloped أو Non Enveloped هناك الكثير من ال Enveloped Viruses تنتقل من شخص الآخر عن طريق Respiratory Aerosal Droplets ومن الأمثلة عليها الانفلونزا Virus Measles Robella Virus Respiratory Sincitial Virus والVarycella Zoster Virus وإذا هاي ال Droplets ما أدت إلى Direct Infection فهذي ممكن Dry Out في ال Environment ممكن أنه إذا بقت في ال Environment في البيئة Dry Out وهذي Enveloped Viruses Are Rapidly Inactivated وهناك نوع من الفيروسات اللي تنتقل بال Respiratory Droplets اللي هي Rhyno Viruses هذه الفيروسات هي من النوع اللي Naked Nucleocapsid Viruses هذه الفيروسات ما عندها Enveloped ولكن هذه الفيروسات Can survive in the environment for significant periods ولهذا فأنه هذه الفيروسات ممكن أن تنتقل By Hand اللي تلامس الفيروس على الأسطح الملوثة وهذا قد تكلمنا بشكل مختصة عن موضوع Viral Enveloped واجبنا على أسئلة مهمة تخص موضوع Viral Enveloped من خ Prov رحب رحش 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 اشتركوا في القناة